تذكرت وانا اقرأ كتاب اليوم قصة قرأتها قبل خمس سنوات تقريبا في كتاب حكاية عام الغرف وهو عبارة عن مختارات قصصية من ادب كرة القدم الارجنتيني والقصة تنتمي لما يعرف بادب الخيال العلمي كتبت وكأنها في المستقبل وتحديدا سنة 2463 وتكشف فيه سر تحقيق الارجنتين لكاس العالم مع ميسي طبعا القصة نشرت قبل خمس سنوات يعني قبل تحقيق الارجنتين لكاس العالم 2022 فتقول القصة بأن الارجنتين بعد حقبة مارادونا وتحقيق كاس العالم في سنة 1986 عاش الشعب الارجنتيني احباطات متتالية وكانوا بحاجة إلى رمز جديد يعوض مارادونا بعد اعتزاله وحتى يحقق المنتخب الارجنتيني كاس العالم مرة أخرى فبدأوا العمل على مشروع سري للغاية يقوم على التطوير الجيني للأطفال لزيادة سرعتهم وتحسين ردة فعلهم من خلال معالجة عصبونات في الدماغ وأنسجة عضلية وأن ليونيل ميسي كان ضمن الأطفال الذين تمت تجربة هذا المشروع عليهم وهو الحال الأولى الناجحة وكانت القصة تتنبأ بأن الأرجنتين استطاعت بالفعل تحقيق كاس العالم بعد خسارتهم النهائي 2014 لكن القصة كانت تتنبأ بأن أرجنتين حققتها في نسخة 2018 بينما كما تعلمون حصل هذا في 2022 ونهيئة الرقابة لما اكتشفت هذا المشروع لاحقاً ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم اللقب الأرجنتيني الثالث هذه القصة وإن كانت خيالية لكني تذكرتها لأنها موضوع كتابنا اليوم بالضبط فالكتاب يناقش تأثيرات التطورات التكنولوجية التي تهدف لإعادة تصميم أجسامنا وتعزيز قدراتنا وإلى أي مدى سنعتبر البشر الذين أعيدت هندستهم الوراثية بشراً حقيقيين يعني لو استطعنا فعلاً تغيير تركيبة الإنسان الجينية ليصبح أفضل وأسرع وأذكى وبقدرات معززة ومحسنة وأنتجنا هذا الإنسان الهجين الذي ربما يحمل في دماغه شريحة تقوم ببعض وظائفه الإدراكية مثل التفكير أو تخزين المعلومات هل سيظل هذا الإنسان إنسان حقيقي بالنسبة لنا؟ وما تأثير هذه التكنولوجيات على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والقانونية؟ ونحن هنا لا نتحدث عن خيالات علمية بل هناك تجارب حقيقية في هذا المجال قبل شهر مثلاً أعلن إيلون ماسك عن نجاح شركته في زراعة أول شريحة إلكترونية في دماغ الإنسان فدعونا نستعرض كتاب حالة الآل الإنسان لبرادن ألينبي آن دانيل سارويتس في البداية عندما يتحدث الباحثان في الكتاب عن التكنولوجيا فهم لا يعنون بها فقط التقنيات الرقمية الحديثة مثل الجوالات وأجهزة الكمبيوتر بل هي كل المخترعات والأدوات التي سخرها الإنسان لخدمته ولتعزيز قدرته على فعل الأشياء بدءاً من تسخيري للحجارة والنار قبل آلاف السنوات لذلك فهي تشمل أيضاً الدراجة والكتابة والنظارات لأنها أيضاً تعزز قدرات الإنسان فالنظارة على سبيل المثال عززت قدرة الإنسان على النظر وصار كثير منها امتداداً لنا أصلاً في القيام حتى ببعض وظائفنا الإدراكية يعني أجهزتنا اليوم صارت بمثابة ذاكرة أخرى أو امتداد لذاكرتنا وإذا كنت في السابق أحتاج أن أحفظ قصيدة وأحرق قلبها للمتنبي حتى أسترجحها فاليوم يكفيني أن أتذكر وين وضعت ديوان المتنبي في مكتبتي أو أبحث في الإنترنت وأحياناً تؤثر هذه التكنولوجيات حتى على قدراتنا الداخلية يعني مثلاً قدرة اليوم على حفظ الأماكن انخفضت بعد اعتمادي على خرائط جوجل ولاحظت أيضاً أني ما أحفظ من بين كل أرقام الجوالات إلا جوال أبوي ومي لأنهم استخدموا الجوال قبل ما نملكها وأحد سمات هذا العصر بالمناسبة أن هذه التكنولوجيات تدخل حياتنا لتعزيز وظائفنا بشكل اختياري ثم نصبح معتمدين عليها بشكل كامل ولا يمكننا العودة لأن ظروف حياتنا تتشكل بناء على هذه التطورات التقنية فتصبح هي هذه التقنيات كما يقول المؤلف شرطاً في حالة الإنسان بمعنى أنها تصبح جزءاً منك مثل أعضائك لا يمكنك التخلي عنها يعني لو قلنا بأن الإنسان الكامل هو من يملك يدين ورشلين وعينين فالآن صارت وجوال لأن من لا يملك الجوال اليوم فهو ناقص هذا الشرط وقدراته التنافسية ستكون أقل من غيره لذلك لم تعد الآلة منفصلة عنها بل صارت في بعض أشكالها جزءاً منها وصارت تقوم بما هو أكثر من مجرد وظيفتها لما صارت جزءاً منها صارت تعبر عنها فصرنا نهتم بها مثل اهتمامنا بمظهر أجسامنا لأنها لم تعد منفصلة عنها وهذه هي حالة الإنسان الآلة وهي وإن كانت تبدو متمايزة في الأمثلة التي ذكرناها لكنها تصبح معقدة أكثر في التكنولوجيات الحديثة مثل زراعة شريحة إلكترونية في دماغ الإنسان مثلاً هنا سيكون من الصعب أن نعرف وين يبدأ الإنسان وين تبدأ الآلة في هذا الكائن المدمج أو الهجين وسنلاحظ أن أغلب التطبيقات التكنولوجية في الماضي هي تطبيقات خارجية يعني النار التي سخرها الإنسان في الطبخ والنظارة التي عززت قدرتنا على النظر وأجهزتنا التي خففت عن ذاكرتنا والسيارة التي اختصرت علينا المسافات كلها تطبيقات خارج ذواتنا وأسامنا فكنا نسيطر على بيئتنا الخارجية لكن قدرتنا الذاتية الداخلية ظلت ثابتة ولم تدخل التطبيقات التكنولوجية التي تسعى إلى تعزيز حالة الإنسان الداخلية إلا في العقود الأخيرة مثل أدوية العصاب وكذلك الهندسة الوراثية وغيرها من التقنيات التي تؤثر في تركيبة الإنسان الداخلية وليس من خلال البيئة الخارجية وهذا تحول مهم جدا في تاريخ البشرية وصار يجري بشكل متسارع جدا وهنا دخلنا في الحالة التي استخدمها الكتاب كثيرا وهي حالة فوق الأنسنة التي تدرس إمكانية إعادة تصميم حالة الإنسان ليتغلب على القيود التي تحد من قدرته من خلال تعزيزها مثل القدرة على توصيل الحاسوب مباشرة بالدماغ لزيادة الوظائف الإدراكية كالتركيز والحفظ أو حتى التواصل مباشرة بين الأدمغة دون الحاجة للغة وأيضا إطالة العمر والقدرة على تخزين ذاكرة الإنسان حتى بعد موته وغيرها أي أنها باختصار تسعى لإعادة تصميم الإنسان على نحو أفضل بدلا من انتظار التطور البطيء التقليدي من خلال التزاوج وهنا ناقش الكتاب إن كانت التكنولوجيات الحديثة تستطيع أن تجعلنا أفضل بطريقة من الدين أو السياسة أو أي طريقة أخرى يعني هل لو استطعنا تعزيز قدرات الأفراد بأحدث التكنولوجيات سنصبح بالضرورة مجتمعا أفضل؟ وما معنى أفضل أصلا؟ لاحظ الكتاب أن هذه الكلمة بدأت تظهر كمرادف لكلمة أكثر لكن الأكثر لا تعني الأفضل دائما الكتاب يرى أن تعزيز قدرات الأفراد لا يؤدي بالضرورة إلى مجتمع أفضل وإنسانية أفضل مثلا العققير التي تحسن القدرة على التركيز وقد تستخدم لتحسين الأداء في الامتحانات الجامعية لن تؤدي بالضرورة إلى مجتمع أفضل لأن الأداء الجيد في الامتحانات هي صفة واحدة للإنسان فقد يكون جيدا في امتحانه لكنه بخلاف ذلك شخص أحمق ثم ماذا سيحصل لو قام جميع البشر بتحسين تركيزهم؟ في البداية قد يحرمون من المتع الأخرى مثل أحلام اليقظة والفهاوة التي كانت تساعدنا أحيانا في المحاضرات الطويلة المملة لكن حتى لو غضينا النظر عن هذا الجانب لو قام جميع الناس بتحسين تركيزهم للتنافس مع غيرهم ستكون الفائدة أقل لأن الآخرين يقومون بنفس عملية التعزيز وعندها سيتساوى الناس مرة أخرى يقول مثل لو كنت في زحمة فوقفت على رؤوس أصابع رجلك حتى تشوف بشكل أفضل ثم اللي حولك كلهم وقفوا على رؤوس أصابعهم حتى يشوفون بشكل أفضل هنا لن تختلف زاوية نظرك لو الكل وقف بشكل طبيعي لكن ما سيحدث في هذه الحالة لو اختارت فئة من الناس تعزيز قدرتهم هو أننا سنضطر على تعزيز ذاتنا بنفس الطريقة للمنافسة والكتاب يتنبأ بأن المستفيد الأكبر منها ستكون المؤسسات والشركات التي ستدفع الناس لتعزيز قدراتها التي ستزيد إنتاجيتهم للمنافسة في السوق وليس تعزيزها بما يحقق سعادتهم وحتى الفرضية التي تقول بأننا لو استطعنا أن نحسن دكاء الأفراد سينتج عن ذلك مجتمعا أفضل وإنسانية أفضل ناقش الكتاب الفصل الخامس أن هذه الفرضية ليست صحيحة بالضرورة لأن الإشكالات الأصعب التي تواجه الإنسانية اليوم ليست مشكلتها نقص الأذكياء لسببين الأول أن كثيرا من التحديات التي يختلف الناس حولها لا تعود إلى نقص ذكائهم بل إلى اختلاف نظرتهم للعالم يعني أنت ربما تفضل العدالة أكثر من الرحمة فتميل للعقوبة وأنا أميل للرحمة أكثر فأميل للعفو وهناك من يرى قيمة الأمن أعلى من الحرية فيؤمن بضرورة وجود آليات مراقبة وهناك من يميل لقيمة حرية أكثر فيقف ضدها وهناك من يرى أن الجنين في بطن أمه هو إنسان كامل الحقوق بعد شتر محددة في حين يختلف آخر معه كل هذه الاختلافات التي ولدت صراعات كبيرة لا علاقة لتعزيز ذكاء الأفراد بها والسبب الثاني أن كثيرا من التحديات التي تواجهها الإنسانية سببها جهلنا بالمستقبل ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما السنية السوء فلا نستطيع معرفة ما ستقول له اختياراتنا بشكل يقيني بل قد يقود تعزيز قدراتنا الإدراكية لأخطاء أكبر يعني في رواية هاري بوتر شخصية ألبوس ديملدور مدير مدرسة هوغورت قال عبارة جميلة قال أنا أقع في أخطاء مثل أي رجل آخر ولكن لأنني أكثر دهاءا من معظم البشر فإن أخطاء يمكن أن تكون أكبر وسأعرض الكتاب أمثلة تاريخية كثيرة على الذكاء الكارثي حتى تعزيزات التواصل بين أدمغة الناس وقدرتهم في المستقبل على التواصل دون لغة يرى الكتاب بأن من السخافة الاعتقاد بأن هذه القدرة التكنولوجية ستلغي سوء التواصل بين الناس أو ستنقل الناس لحالة من التعايش السلمي لأننا لو تمكننا بالفعل لو تمكننا من معرفة ما يجري في رؤوس الناس الآخرين وكش أفكارهم وعواطفهم الحقيقية تجاهنا سنقع في كارثة كبيرة يعني حلقة الحاسة الثامنة في مسلسل 11-11 تصور ضد ضب ما يمكن أن يحدث مع تقنية كهذه لذلك فما نعده نقصر في التواصل واللغة وبعض التقنيات هو ما يجعل الناس يتابعون الحديث فيما بينهم كما يقول المؤلف هذه التأثيرات قد لا تكون واضحة قبل وجود هذه التكنولوجيات لأن الكتاب يقسم التكنولوجيات إلى ثلاثة مستويات الأول والثاني والثالث واستخدم هذا التقسيم في أغلب فصول الكتاب وحتى أشرح الفرق بين هذه المستويات لنأخذ السيارة على سبيل المثال المستوى الأول التكنولوجي في السيارة هي وظيفتها الواضحة التي اخترعت لتعزيزها فهي مصممة لتختصر علينا المسافات وتنقلنا من نقطة ألف إلى نقطة باء بسرعة أكبر من سرعتك وبالتالي هي عززت قدرتنا على السرعة لكن السيارة مثل أي تكنولوجيا أخرى حينما تدخل في حياة الناس لا تدخل منفصلة بل تدخل ضمن شبكة معقدة من التكنولوجيات بمعنى أنها صارت متداخلة مع شبكة طرق السريعة ومحطات الوقود والإنبعاثات وتشكلت المدن على أساس السيارة فتباعدت بعض المرافق لقدرة الناس على الوصول لها من خلال السيارة هذا يدخلنا إلى المستوى الثاني وهو مستوى التأثيرات التي لا نستطيع دائما التنبؤ بها يعني مثل الطائرة الطائرة وظيفتها على المستوى الأول واضحة في الانتقال من نقطة إلى أخرى بسرعة كبيرة ولكن الطائرة لاحقا صارت من أسباب الانتشار السريع للأوبئة المعدية مثل كورونا لأن الطائرات ساهمت في قدرة انتقال الفيروس آلاف الأميال خلال ساعات قصيرة من الصين إلى كل دول العالم لكن هل كان مخترع الطائرة واعيا بهذه المستويات الأخرى؟ لا نحن حينما أدخلنا الطيارة أدخلناها لتحقيق المستوى الأول من التكنولوجيا وهو المستوى الواضح المرتبط بالسبب والنتيجة تركب الطائرة توصلك من ألف إلى باب سرعة لكن التكنولوجيا لا تتصرف بشكل منعزل بل هي تتصرف أو هي مرتبطة بشكل كبير بتكنولوجيات أخرى وبأنماط اجتماعية أخرى واقتصادية وثقافية ومجتمعية وبمؤسسات وأنشطة وظراء وظاهر ربما تتفاعل بشكل لا يمكن للمرء أن يتنبأ بها أو يسيطر عليها وهذا هو المستوى الثاني والمستوى الثالث للتكنولوجيا المستوى الثالث عند المؤلف لما يصل التأثير بشكل عالمي يغير شكل العالم لذلك خصص الباحثان أحد فصول الكتاب بعنوان التطبيقات القاتلة الذي يستعرض بعض النماذج لتكنولوجيات عسكرية صممت في المستوى الأول لخدمة هدف واضح ويمكن قياسه لكن تأثيراتها في المستويات الثانية خرجت عن أهدافها الأولى من الأمثل على ذلك الروبوتات التي صممت لحفظ أرواح الجنود وهذا الهدف متحقق بالفعل في المستوى الأول ولكن تأثيراتها في المستويات الأخرى خرجت عن هذا الهدف فلما ابتعد الإنسان عن عملية القتل لأن الروبوتات مثل الطائرات المسيرة صارت تقوم بتحقيق الهدف المطلوب فشجع ذلك المغامرات العسكرية لأن السبب الذي كان يجنب المجتمعات الدخول في الحرب مباشرة هو الخوف من خسارة الأرواح فلما زال هذا الخوف تغيرت مبررات الحرب ويمكن تطبيق مستويات التكنولوجيا التي قسمها الكتاب على كل شيء لو توصل البشر مثلا لعقاقير ترفع معدل حياة الإنسان لأكثر من 100 عام مثلا فالمستوى الأول غالبا واضح ويمكن قياسه واختباره وهو أن هذا العقار ألغى الشيخوخة أو أطال وظائف جسم الإنسان الحية وغالبا الناس لا يوجد مشكلة أصلا مع المستوى الأول بل هو المستوى الذي يجذبنا لتبنيها لكنها حينما تصبح جزءا من حياة الناس تنشأ مستويات أخرى فإذا زادت أعمار الناس لأكثر من 100 عام تداعيات ذلك ستكون على نواحي كثيرة قد تغير نظام سن التقاعد وقد تؤثر على البطالة وتوظيف الشباب وعلى النظام الصحي وغيرها وأظر رواية انقطاعات الموت لخزي سرماقو تصور هذه المستويات الأخرى غير المتوقعة عند دخول أي تكنولوجيا جديدة ففي رواية انقطاعات الموت تخيل سرماقو بلدة انقطع الموت فيها وبدأت الرواية بهذا الاستهلال البديع في اليوم التالي لم يمت أحد ثم تصور الرواية تبعات هذا العالم وكيف أثرت في علاقات الناس الاجتماعية ونظرتهم للدين وفي انهيار النظام الصحي والأعمال التي كانت تقوم على الأموات وأرجو أن لا يفهم من هذا الكلام السابق أن الكتاب يقف ضد هذه التكنولوجيات التي تساهم في تعزيز قدرات الإنسان أو إيطالة عمره لا هو فقط يريد أن نلتفت إلى هذه المستويات الأخرى وأن لا نركز فقط على المستوى الأول عند مناقشتها وأغلب اختلاف الناس اليوم بالمناسبة في تقبل هذه التكنولوجيات سببها عدم التفريق بين هذه المستويات لأن الذين يريدون تبنيها في تحسين الإنسان ينظرون فقط للمستوى الأول فمن منا لا يريد ذكاء أفضل وأداء أفضل لكن المتخوفين غالبا ينظرون للمستوى الثاني ومآلات دخول هذه التقنية ويخشون أن تؤدي هذه التغييرات في تركيبة البشر وتهدد النسيج الأساسي لمؤسساتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بشكل سلبي لأنها تشكلت على شكل إنسان محدد فإذا اختلف شكل هذا الإنسان بشكل سريع جدا أسرى حتى من قدرة أنظمتنا على التكيف فإن تبعاتها ستكون كبيرة وغير متوقعة مهما حاولنا التنبؤ بها موسيقى 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 موسيقى